قبل ما نبدأ حاب ننوهن في قناة جديدة لتلخيص الأنيمي اسمها ركن الأنيمي بتلخص الأنيمي بطريقة شيقة وممتعة هتلاقي رابط القناة في أول كومنت ادخل بص عليها بصة ولو عجبتك ما تنساش تشترك فيها وتفعل زر الجرس قبل ما نبدأ ياريت توصلوا الفيديو ده لألفين لايك عشان ننزل الفيديو اللي بعده في أسرع وقت خلصنا أرك الجنرال بلو لما جوكو ادري استعيد الثلاث كورات من بلو وطار بعد كده بل كنت وان ورا الكرة الرابعة اللي عارف انها في الغرب فارد قاد جيش الوشاح الأحمر لما عارف انه رايح للغرب تواصل مع عقيد في جيش الوشاح اسمه يالو وقال له جوكو جاي للغرب عندك عشان يحصل على الكرة اللي هناك حاول تحصل على الكرة قبله فيالو قال له احنا فعلا لقنا الكرة عند بركان وبنحاول نطلعها دلوقتي ويالو بعد ما قافل مع ريدة أمر الجنود اللي معاها انهم ينزلوا واحد منهم بحبل من طيارة عشان يقدر يجيب الكرة وفعلا عملوا كده بس فجأة البركان صار فكلهم هربوا وثور ان البركان ده بعد الكرة مسافة 3 كم وداها عند ابه وابنه قاعدين في غابة الاب اسمه بورا والابن اسمه قوبا فيالو واجنودوا راحوا بالطائرات عندهم ورفعوا السلاح في وش بورا ويالو قال له سلمنا الكرة دي اما هنقتلك فبورا قال له انا معرفش الكرة دي بتاعت ايه بس مش هسمح لكو تدنسوا الارض دي بأسلحتكو لان الارض دي مقدسة وانا بحميها فيالو وامر جنودوا انهم يضربوا عليه رصاص وضربوا بس الرصاص ما يسرش فيه فكلهم اتفاجوا وما كانواش عارفين ياخدوا منه الكرة ازاي لحد ما جي واحد منهم من وراه عشان يرمي عنه كنبلة فقوبا قال له ابو خلي بالك فبورا قتل الجندي اللي وراه اللي هيحدف الكنبلة برمح وبدأ يضرب في كل الجنود ووقعهم كلهم فيالو خد طيارته وهرب وكلم ريدو وحكال له اللي حصل فرد قال له وتصرفوا هات الكرة فشوية ورجع يلو وخطف قوبا وقال لبورا ارمي للكرة يا اما هقتله بس جوكو في الوقت ده كان وصل وعرف من الشعر اللي على الطيارة ان يلو من جيش الوشاح فضربوا واخد قوبا منه وسلموا لابوه وبورا شكروا وعرف منه انه عايز الكرة فادهاله وبس جوكو عليها فاكتشف انها الكرة الرابعة بتاعت جده جوهن ففرح جدا وفي نفس الوقت ده ريد عرف كل اللي حصل واستدعى اقوى قاتل في العالم اللي اسمه تاو باي باي وشوية ووصل تاو باي باي عند ريدو واتفق معاه على الفلوس اللي هياخدها بس وهم بيتكلموا بلو رجع وقال لريد انا جبت رادار التنين الدقيق اللي كان مع جوكو فرد قال له انا بعتك تجيب الكرات مش الرادار وانت فشلت واللي بيفشل لازم يتعدم بس انا هديك فرصة لو قدرت تهزم تاو باي باي في قتال دلوقتي هعفو عنك فبلو قال له انا موافق وفعلا استعد هو وتاو لقتال ضد بعض وبدأ القتال وهجنبلو هجوم سريع بس تاو تفد بسهولة فبلو حاول يأثر عليه نفسيا وبرضو تاو لانه قوي ما تأثرش وراح ضربوا بلسانه فرصه وقتلوا فرد ومساعدوا بلاكت فجأوا من قوته وفهموا بعد كده انهم عايزين ويقتل جوكو ويجيب الكرات اللي معاه وقالولوا انهم جاهزين له طيارة عشان يروح بيها فقال لهم اتطيارة هتتأخر انا هاخد عمود من ده وفك عموده قدامه ورماه ورح نط عليه وطار عشان يوصل لجوكو وجوكو في الوقت ده كان لسه مع بورا وقوبة وسأل بورا هو ايه البرج ده فبورا قال له ده برج مقدس اسمه برج كارين الحكايات بتقول ان اي شخص بيوصل لقمته بقوته فقط بيلاه هناك ناسك مستنيه بيشربه مية بتخليه قوي 3 اضعاف قوته فجوكو سأله طب هو ليه محدش صعد البرج ده بطيارة فبورا قال له لانه عالي جدا وكمان قمته ما بتظهرش الا لما بتكون واصلها عن طريق قوتك بس من غير اي مساعدات خارجية وهم بيتكلموا تاو واصلوا حدف عليهم العمود وقال لجوكو انا جايلك انت فبورا قال له ملكش دعوة بالولد ده ده انقذ ابني وانا هحميه فتاو بسرعة مهولة راح مسك الرمح بتاع بورا ورفع الفوق وطير بورا ورمى الرمح عليه وقتلوا به فقعدوا بيعيته جوكو هجم على تاو بس تاو ضربوا بسهولة فهجم تاني وبرده تاو ضربوا فهام وهجم تالت وحاول يمسك تاو فتاو هو اللي مسكه وضربوا براسه بس جوكو مستسلمش وقام وهجم بالكامي هاميها ومن قوتها قطعت ملابس تاو بس مضرته وشوتها وهجم بتقنية من تقنياته اسمها دودنبا وقع بها جوكو وافتكر ان جوكو مات فاخد الشنطة اللي فيها الكرات ومشي بس اللي ما كانش يعرفه ان الشنطة فيها ثلاث كرات لان الكرة الرابعة جوكو كان محتفظ بها في جيب ومش في الشنطة ونزلت وبعد كده في قرية ورح لخياط هناك وقال له عايزك تعمل لي لبس زي ده بالظبط معك ثلاث ايام تكون مخلص وفي الثلاث ايام دول هاخد لبس من عندك وفعلا تاو عمل كده وخرج كلم رده وقال له انا قتلت الولد وجبت الكرات فارد لما بصل للرادار قال له انت جبت ثلاث كرات بس في كرة نقصة لسه مع جوكو بس مش مشكلة بما ان جوكو مات انا هبعت اي حد من عندي يجيبها وفعلا رد بعد جندي بطيارة من عنده عشان يجيب الكرة من جوكو بس لما الجندي وصل جوكو حس بوجوده وفجأ فاق ومسك ايده فالجندي قاعد يضرب عليه رصاص فجوكو حمى اوبا وكان رايح يضربه بس الجندي هرب فطلع جوكو ورابل كينتون ومدد عصيته وفجأ له الطيارة ونزل بعد كده لقوبا ولما رد عرف اللي حصل كلمتها وقال له جوكو شاكله لسه عايش ارجع بسرعة قتله وفتا وقال له وازاي لسه عايش انا متأكد اني قتلته بس انا مش هقدر ارجع دلوقتي هرجع له بعد ثلاث ايام والمرة دي هتأكد انه مات وكان لسه جوكو مع اوبا وقوبا كان حزين على ابوه وقال لجوكو انا دفنت ابويا بس نفسي ارجعه للحياة فجوكو قال له مفيش غير حل واحد اني اجمع كرة التنين واطلب من التنين انه يرجع ابوك للحياة انا متأكد اني تاوي اللي ضربني ده هيرجع هنا تاني عشان ياخد الكرة اللي معايا وساعتها هاخد منه التلاث كرات اللي هو اخدهم مني بس المشكلة انه قوي جدا فاوبا قال له ورأيك تصعد للبرج وتوصل لقمته عشان تزداد قوة وتقدر تقتل تاو ده فجوكو قال له فكرة كويسة انا هعمل كده دلوقتي واعد جوكو يصعد للبرج الشمس غرب طول الليل وتاني يوم جاه وهو لسه بيصعد وفضل يصعد لحد ما وصل لقمه ودخلها لقى ثلاث جرات فتح الاولى لقى فيها ميا وشاف فيها بولما وفتح التانية برضو لقى فيها ميا وشاف فيها تشي تشي بنت جيوما وبعد كده فتح التالتة وبرضو لقى فيها ميا وفجأة اخر رجل منها ام 44 ومسكتو وشاف قدامه كرة التنين وكل اللي يعرفهم ولم عارف يتخلص من الم 44 سمع صوت بيقوله اطلع لفوق فطلع ولقى قدامه قط والقط قال له انا الناسج بتاع البرج ده واسمي كارين اللي انت شفته تحت في الجرات ده هو ماضيك وحاضرك ومستقبلك واكيد هتفهمه بعدين فجوكو قال له انا جاي هنا اشرب من الميا بتاعت قمة البرج عشان قوتي تزداد فكارين قال له انا عارف كل حاجة لاني بقدر اقرأ افكار اي حد قدامي الميا في الجره اللي هناك دي روح اشرب فجوكو راح بس كارين ضربه ومنعه وقال له صحيح نسيت اقولك لازم تتخطني الاول عشان تعرف تشرب من الميا هو ده الاختبار وبدأ كارين يضرب جوكو عشان ما يوصلش للجره وبعد كده خد الجره وقعد يروغ فيه وفضل الحال كده كتير جوكو بيحاول ياخد الجره ومش عارف والدنيا مطارت وبقى فيه برق وراعد وجوكو ويف وقال لكارين هو فيه اي شخص يدر ياخد منك الجره دي فقال له اه من 300 سنة فيه شخص صعد هنا ويدر ياخدها مني الشخص ده يبقى معلمك موتين روشي واخدها مني بعد 3 فجوكو تفاجئ وقال له معقولة خدها منك بعد 3 دقيق بس فكارين قال له لا ده خدها بعد 3 سنين فجوكو تفاجئ اكتر وفضل يحاول واستعدم تقنية زنزو كين فكارين هو كمان استخدمها ومقدرش جوكو ياخد الجره وتعب وحس انه جعان فكارين ادلوا بذرة اسمها بذرة الناسك وقال له كل البذرة دي وهتشبعك وفعلا جوكو كلها وحس انه شبعان بس كارين وهو واقف شاف كرة التنين اللي مع جوكو واخدها ورمها من البرج فجوكو قال له رمتها ليه ونزل من البرج بسرعة وجابها وطلع كل ده في 3 ساعات بس وكمل جوكو محاولة اخذ الجره وبالليل لا كارين نايم وكان هياخد منه الجره بس قال لا لازم اخدها بمجهودي وبنزاها وكمل جوكو تاني يوم محاولة فكارين قال له عشان تاخد الجره لازم تتتبع حركاتي فجوكو فكر في الكلام وبدأ يقلت حركات كارين وهو نايم عشان يحفظها وتاني يوم لما كارين صاح يحاول جوكو تاني وتتبع حركات كارين وقلدها لحد ما وقع منه الجره واخدها منه وعلق نفسه بديله في البرج عشان ما يقعش فكارين قال في دماغه والولد ده قوي جدا اقوى حتى من معلمه روشي ده غير انه نزيه وبيحب يكسب بمجهود وانا مش مسدى انه يدر ياخد من الجره في 3 ايام بس وشارب جوكو بعد كده من الجره وقال لكارين انا ما حستش باي قوة فكارين قال له عشان القوة اللي المفروض تاخدها من هنا مش هتاخدها من المية دي لانها مية عادية زي اي مية القوة انت خدتها خلاص من خلال صعودك للبرج ومحاولاتك في الحصول على الجره كل دي تدريبات قوتك بدليل انك اول ما جيت هنا صعدت البرج في يوم بس لما نزلت تجيب الكورة لما انا حدفتها نزلت وطلعت في 3 ساعات بس انت بعت اقوى من غير ما تحس يلا نزل وجرب قوتك فاجوك وفرح ونزل بعد كده من البرج وتا وفي الوقت دا كان لسه في القرية بتاعة الخياط وقال في دماغه المرة اللي فاتت لما ضربت جوكو بتقنية دودون بقى الكورة اللي كانت في جيبه حامته لان الضربة جات في الكورة وما اصبتهش هو بس المرة دي هتأكد اني قتلته وجهز تا ورح خد اللبس من عند الخياط بعد ما عدى 3 ايام ورمى العمود بعد كده عشان يرجع لجوكو ولما وصل لها اوبا فامسكو وقال له كورة التنين فين فاوبا قال له مش هقول فتا ورمى بس جوكو كان نزل من البرج في الوقت دا وليح اوبا بالكنتون وسابوا عليها ورحوا ويفو وصد تاوتها وجري عليه وهجم فجوكو ضربوا ورفعوا الفوق وطلع وراه وضربوا تاني ووقعوا فتا ولما قام هجم تاني وجوكو قاعد يتصدى لضرباته كلها وبعد كده ضربوا برجله وخلا ينزل فتا ويفو قال له انت بيت اقوى كده ازاي فجوكو قال له صعدت البرج دا وازدادت قوتي فتا وفضل يهجم وجوكو يتصدى لحد ما جوكو قاعد يضرب فيه كتير ورفعوا الفوق وضربوا ضربة نزلته على الارض وكسرها بس كان لسه ما ماتش وقاموها جم بتقنية ددون بقى فجوكو صدها بيده الاثنين وما عصبتهش خالص وتا وما كانش عارف يعمل ايه فخرج من جيبه كابسولة سيف واستخدمها وخد السيف وقاعد يهجم بي وجوكو ما كانش معا عصيته عشان يتصدى بيها فنزل هوبا من الكنتون وجاب له عصيته وجوكو مسك العصاية ورح جنبيها وكسر سيفته وقال له انا هقتلك بيدي من غير العصاية فتى والف دماغ والولد ده بقى قوي جدا وكده هخسر انا لازم اصعد البرج عشان ازداد قوة زيه وحدفته وطوبة على قوبة عشان يلهي جوكو وجوكو فعلا راح انقذوبة فتى واستغل الفرصة وصعد البرج وسبهم وفي نفس الوقت ده بولما وكريرين كانوا قاعدين في بيت روشي مع روشي ورانش وبولما كانت بتحاول تصنع طائرة مراقبة تنقل لها كل حاجة جوكو بيعملها في رحلة بحثه عن الكرات وده لانها كانت خايفة عليه وتاني يوم واصلتها لقمة البرج ولا كارين هناك وكارين ضحك عليه وقال له ان جوكو بقى اقوى لما شرب من المياه دي فتى وشرب منها وقال اكيد كده هبقى اقوى وهقدر اهزم جوكو وقبل تاو ما يمشي كارين ادلوا سحابة ينزل بيها من البرج وفعلا تاو نزل بيها بس كارين وقعوا منها وهو نازل وقامتها وقال لجوكو انا بقيت اقوى وهجم عليه وقعد يضرب فيه ضربات كتيرة ورفعوا الفوق وطار وضربوا وقعوا على الارض ونزل عليه باقصى قوته وقال كده اكيد قضيت عليه بس جوكو قام تاني وقال له دلوقتي جامعت هجومي وهجم جوكو وضرب تاو كذا ضربة فتاو قل في دماغه مش هينفع استمر كده وخرك تاو كنبلة وحدفها على جوكو ونط هو الفوق عشان يبعد فجوكو ضربت كنبلة برجله وودها عند تاو وانفجرت فيه وخلص جوكو من تاو واخد منه الكرات وبقى مع جوكو اربع كرات ورد قائد جيش الوشاح كان معه كرة بس واحدة من الجيش اسمها فيوليت بحثت لحد ما لقيت هي وجنودها كرة كمان في البحر وجابتها الريد وبقى معه كرتين وبقى فاض الكرة واحدة بس من الكرات السبعة محدش لايها وخرج جوكو رادارو وعرف ان المقر الرئيسي لجيش الوشاح في كرتين معرد فقال لوبا انا هروح اجيب الكرتين دولا وعدك اني هجمع الكرات كلها وهخلي التنين يرجع ابوك للحياة ومشي جوكو عشان يروح المقر الرئيسي لجيش الوشاح بس بول ما في الوقت ده كانت خلاصت طائرة المرأبة اللي صناعتها وبعتتها وراء جوكو وكانت شايفها من خلال كاميرا الطائرة بس ما كانتش عارفها هو رايح فين وما ادرتش تتكلم معا من خلال الطائرة فاتحركت بالطائرة في نفس مسار جوكو بسرعة كبيرة عشان تشوفه هو رايح فين وعرفت انه رايح للمقر الرئيسي لجيش الوشاح واول ما قربت بالطائرة النظام الدفاعي لجيش الوشاح بدأ يضرب صواريخ عليها فقعدت راوغ صاريخ كتير لحد ما جي صاروخ وعصاب الطائرة ودمرها وبولما ما بقتش شايفها جوكو وقالت لرشي جوكو لو راح لجيش الوشاح لوحده هيبقى في حطر احنا لازم نساعده فقال لها بس احنا ما عندناش اي وسيلة مواصلات نقدر نروح له بيها فبولما قالت له وانا هكلم يا موتش عشان يجي لنا بطائرة دلوقتي وفعلا كلمته ويا موتش كان معه ولونجو وبوارا فاخدهم بطائرة وراح واخدوا روشي وبولما ورانش واعدوا على المحيط واخدوا كوريرين لانه كان بيسبح هناك وانطلقوا عشان يروحوا يسندوا جوكو وجوكو في الوقت ده كان اقرب من المقر الرئيسي بس محدش ضرب عليه لان ريد كان شايف ان الشخص اللي جاي معاه اربع كرات وافتكر ان اللي جاي ده هوته ومش جوكو بس شوية وفي جوند يشاف جوكو وبلغ المقر الرئيسي فجوكو رح وراه ومدد العصايا وفجر له الطائرة بتاعته فريد امر الجنودي يشغلوا النظام الدفاعي وفعلا بدأ يضرب على جوكو رصاص وصواريخ فسرع الكنتون وقعد يتفدى فيهم لحد ما يدر يهرب من كل الصواريخ بس لقى قدامه طائرات مقاتلة فرح فجرهم كلهم ودخل للمقر الرئيسي فريد الداي وقال الجنود كلهم يهجموا عليه والجنود هجموا بس جوكو ما تأثرش بالهجوم وقعد يضرب فيهم واحد واحد واتضرب عليه رصاص كتير وجندي من الجنود ضرب عليه باربي جي وبرضو ما حدش يدر يوقفوا وصحاب جوكو كانوا قربوا من المقر الرئيسي هما كمان بس في صاروخ من النظام الدفاعي اتضرب عليهم وما كانواش عارفين يهربوا منه لحد ما بقول ما قالت يا موشي الصاروخ ده جاي ورا معزز الدفع بتاع الطائرة افصل معزز الدفع عن الطائرة بسرعة فياموشي عمل كده وفعلا الصاروخ سابهم وراح ورا معزز الدفع وكملوا طريقهم وكان لسه جوكو بيضرب في جنود جيش الوشاح لحد ما وصل لمبنى عرف ان ريد موجود في كمته وكان عايز يطلع له وشافوا قدامه اسانسير بس ما كانش يعرف ايه الاسانسير ده اصلا فعشان يطلع كسر السقف وطلع وكمل ضرب في الجنود فكل الجنود خافوا وبدأوا يهربوا وريد كان مع مساعده بلاك بيتابعوا اللي بيحصلوا لا وفيولات البنت اللي جابت الكرة التانية لريد بتجري في المقر الرئيسي وراحت عند الخزنة واستغلت الفرصة وفجرتها وسرقتها وهربت بعد كده بطائرة فريد قال لبلاك احنا كده بننهار انا هطلع لفوق ولما جوكو يجي لك اتعامل معاه وفعلا جوكو وصل عند بلاك وضربوا بسهولة فريد خان بلاك واتحكم في سقف الغرفة اللي بلاك وجوكو فيها ونزلوا عليهم عشان يخلص من جوكو بس بلاك وجوكو ماماتوش وبلاك طلع لريد وسمعه وهو بيكلم نفسه وبيقول انه عايز كرات التنين عشان يطلب من التنين انه يبقى طويل فبلاك قال له انت خنتيني واجدبت علي وقلتلي انك عايز الكرات عشان تحكم العالم بس انت عايزها عشان تبقى طويل انت ماينفعش تبقى قائد وبلاك قاتل ريد وشوية وجوكو جاله فبلاك قال لورا ياك نتعاون مع بعض ونجمع الكرات ونحكم العالم فجوكو قال له انت شرير ومش هينفع تعاون معاك فبلاك خرج كابسولة بدلة مقاتلة ولبسها وبدأ يضرب منها على جوكو وصحب جوكو في الوقت ده كانوا عربوا يوصلوا وفي طريقهم اصطدموا بطائرة فيوليت وجنح طائرتهم اتكسرت بس قدروا يكملوا عشان يلحقوا جوكو اللي كان لسه بيتضرب من بلاك وبلاك كان خلاص هيقتلوا وبكده يبقى خلص عرك القائد ريد من انيمي دراجون بول ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيج جديد على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو واعمل لها فولو لو عايز يوصل لك كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب و لايك للحلقة